نبي الله يوشع بن نون هو شخصية تاريخية مهمة في الديانات السماوية وهو أحد الأنبياء الذين تم اختيارهم من قبل الله لقيادة بني إسرائيل إلى الأرض الموعودة يعتبر يوشع من الشخصيات المؤثرة في العهد القديم للكتاب المقدس وتميز بقدرته على القيادة والشجاعة في مواجهة التحديات يوشع ولد في مصر كابن لنون وكان ضمن الجيل الذي خرج من مصر تحت قيادة موسى عليه السلام طلق تعليما دينيا وعسكريا في الصحاء وكان معروفا بالتفاني والولاء لله ولموسى تم اختياره بواسطة الله ليكون خليفة لموسى بعد وفاته وليقود بني إسرائيل في غزواتهم ومعاركهم في أرض كنعن عندما قاد يوشع بني إسرائيل إلى كنعن كانت تحدياتهم كبيرة واجهوا مقاومة من الشعوب المحلية ومواجهة صعوبات في الفتح والاستقرار ومع ذلك استخدم يوشع استراتيجيته العسكرية وثقته في الله للتغلب على التحديات نجح في تحقيق انتصارات مهمة مثل سقوط أريحة وجبل حضر وساهم في استقرار البني إسرائيل في الأرض الموودة بالإضافة إلى دوره كقائد عسكري كان يوشع نبيا ورئيسا دينيا كان يتلقى رسائل من الله ويوجه الناس بحكمة وتوجيه من الله قاد الشعب في التقرب من الله والامتثال لتعليمه وسع جاهدا لتعزيز الدين والعبادة الصحيحة كان يوشع يعتبر رمزا للتواضع والتفاني في خدمة الله والناس تميز يوشع بقدرته على تحقيق الوعد الإلهي لبني إسرائيل بالوصول إلى الأرض الموودة عقب وفاة موس تولى القيادة وتحرك مع الشعب نحو كمعا قاد حملات عسكرية ناجحة وفتح مدن عديدة في الأرض الموودة ومع الوقت تمكن يوشع وبن إسرائيل من استعمار الأرض وتأسيس مملكة ديناميكية